عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت لاستعراض مستجدات عمل الوزارة نقش الاجتماع موقف المشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الرامية وذلك لإضافة قدرات جديدة على الشبكة الكهربائية وخطة عمل الوزارة لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية هذا وقد استعرض وزير الكهرباء نتائج زيارته مع وزير البترول إلى السعودية لبحث مشروع الربط الكهربائي